السلام عليكم طلاب اهلا وسلم بكم بالمحاضرة الخامسة لمدة الموجات الكورو مغناطيسية بالمحاضرات السابقة تعرفنا على شنو موجة وخواصها كذلك اخذنا اول وارزاء الطيف اللي يتكون من قلنا من المناطق مقسمة حسب التردد والطاقة وقلنا كل ما يزيد التردد زيد الطاقة للعلاقة بناتها معكسية وكذلك اخذنا اول جزء من اجزاء الطيف الكورو مغناطيسي هو الضوء المرئي وتعرفنا على نظريات اللي فسرت سلوكه وخواصه وكذلك تطبيقاته الطبية والصناعية اليوم نحن اخذ جزء اخر من الطيف الكورو مغناطيسي هو الموجات الراجوية عندنا الموجات الراجوية هي جزء من الطيف الكورو مغناطيسي لها خواص لها خواص اهلتها انه نستخدمها بتطبيقات مفقدة رح تعرف عليهم اثناء المحاضرة وشنبعد ميزكة الثانية طلاب انه هي تنتقل الى مسافات بعيدة بالفضاء يعني داخل او خارج الغلاف الجوي تنتقل داخل او خارج الغلاف الجوي بدون ما تخسر هو من طاقتها يعني تبقى محافظة على قوة اشارة مالتها او قوة الموجة تيار الكهربائي الى موجات راجوية ويبدي ينقلها حتى شن ينقلي معلومات بمن بالفرغ بعدين انتو راجو وايب تستطيع الى الهواء المستقبل عندي مرسل مرسل انا اضطي تيار كهربائي احمله باشارة عشق تيار كهربائي يحوليها الى موجات راجوية ينقلها بالفراغ من يستقبلها؟ يستقبلها المستقبل للرسيفر يحولي هاي الموجة الراجوية الى تيار كهربائي حتى نبدأ نحصر على المعلومات ما هي المعلومة المحملة بيها؟ مثلا بالتلفزيون يحوليها صورة وصوت هذه الموجات الراجوية يعني بيها مكونين مرسل ومستقبل المرسل يحولي الموجة الراديوية التيار كهربائي الى موجة راجوية المستقبل يحولي الموجة الراديوية الى تيار كهربائي كيف يحولي الموجة الراديوية؟ كيف تحتز الموجات الراديوية؟ كل المواد تحتز الموجات الراديوية الزجاج يوصل بنسبة ويقاوم بنسبة الزجاج البلاستيك الهواء الساخن الهواء البارد كل واحد الى درجة من من بالتوصيل يعني ينقذها بدون يحلس بها خسارات أو يقاومها يعني ما؟ يمنع مرورها يسوي لها بلوك أو يسوي خسارة بنقلها فهذه تختلف الدرجات باختلاف المواد الأرض نفسها تتصرف كمقاوم كبير للموجات الراديوية طاقة الإشعاعية تتتحفل قريبة من سطح الأرض شبيهة إشعاعات موجودة على الأرض تولد فولتية تقلل من طاقة الموجة المنتقلة تقلل قوة الموجة تنتقل من المسافات من الهوائي تكون أكبر إذا تكون بالهواء تقترب من الهوائي تكون طاقة مالتها أو قوتها أكبر الأشجار البنايات اللواسب المعدنية أيضا تأثر لي على شنو؟ طوة الإشارة بس بطريقة متغايرة يعني مو كل نفس التأثير كل مادة تأثر بدرجة مؤينة الهوائي الهوائي بالطبقات العليا طبقات الجو العليا هاي بالأرض تقاومها البنايات الأشجار الرواسب المعدنية الفولتية الموجودة الشعاعات اللي تبعثها الأرض لأنه يؤثر على الإشارة بدل طبقات الجو العليا من يؤثر عليها؟ تأثر عليها جزئات الهواء وبعد قطرات الماء الغبار لأنه يؤثر علي قوة الموجة المنتقلة الخواص الموجات الراديوية بالاهتزاز تتغير النسبة لما تردد الإشارة وكذلك تصميمها والمحددات للأجهزة ومحددات الأجهزة أستخدمها الآن لأنه يحدد الخواص الموجات الراديوية ويؤثر على الخواص الموجات الراديوية لدينا عنواع من الغبار لدينا الغبار وضع من الغبار موجات الراديوية؟ موجات الراديوية التي تنتقلني على سطح الأرض السفى على سطح الأرض تسميها موجات الموجات موجات أرضية الموجات الأرضية موجات الأرضية على سطح الأرض أفضل طريقة نتخيل بها أنه شون تنتقل تنتقل على شكل شون تداخل نفق كأنه تنتقل بوسط معين محدود حتى لو سعدت للطبقات الجو العليا الطبقات الأوتوماسفير طبقات الجو تمنعها من الخروج إلماً للخارج يعني للفضاء يعني تكون مخصورة داخل الأرض كأنه مخصورة داخل الأرض كأنه أكو حاوية وتنتقل خلالها القروند ويف نستخدمهم طلاب نستخدمهم بالتنقل ليش؟ لأن نستخدم لأنها قابلية لانتقال بصورة يعني مرنة أقدر أنقلها بأي مكان أوجهها توجيه أسوي لها وكذلك بنفس الاتجاه يعني أقدر أني أوجهها باتجاه معين حتى لو صار به انحراف باتجاه بس مو ذاك الانحراف اللي يأثر لي على الإشارة بها هاي خاصية التوجيه وهذه متستمر يعني مو أنا اليوم أنقلها بهذا الاتجاه ثاني و ألقيها متغيرة من المكان هنا هاي الظلم استمرت تنتقل يوميا بهذا الاتجاه بس أدنا مؤثرات خارجية تأثر لي عليها برغم أنه هي موجهة والاتجاه ماتها ما يتغير يعني مور الزمن ما يتغير تجاه من أول جهة الاتجاه معين بس أكو عدي مؤثرات خارجية تأثر لي عليها مثلا الترددات القليلة تقترب لي من الواحد كيلو هرتز أو الواحد ميجا هرتز كذلك الوايف كومبيننت الترددات أعلى من هذه القيمة يعني الترددات القليلة اللي هي مئة هرتز وتقترب لي للألف كيلو هرتز أو الواحد ميجا هرتز مرات تصل ثلاثين ميجا هرتز the ground wave at this higher تكون تردداتها عالية جدا loose strength over very short إذن يعني تخسط طاقتها لمسافات قصيرة قصيرة يعني أن تنتقل لي طلاب الترددات معادها من الواحد ميجا هرتز من الميت هرتز إلى الواحد ميجا هرتز وأقوة ماكن معينة توصل لثلاثين ميجا هرتز تردد معادها هذه الترددات العالية يشبهها تفقد طاقتها لمسافات قريبة يعني وما تنتقل لمسافات قليلة تبدأ تفقد من قوتها عدنا نوع ثاني من الموجات هي sky wave sky wave at frequency من 1 إلى 30 ميجا هرتز ورا يعني ورا التردد ما تعلم من the ground is good for long distance كما تستخدمها بالمسافات الطويلة the ground space the ground waves the ground waves the ground waves استخدمها للمسافات القصيرة من أنا الدنقة وإشارني مسافة قصيرة شاستخدم the ground waves إذا أريد استخدم المسافات الطويلة أطول شاستخدم the sky wave is good long distance because these frequencies are reflected or bent by an شبيها هاي طلاب الموجة إحنا عدنا الموجة بدنا تنتقل الطبقات الجو العليا طبقات الجو العليا شبيهين تتكون من عدة طبقات كل طبقة بيها غاز معين يعني بيها كثافة معينة ليش تنتقل لمسافات طويلة طلاب باستخدام الانكسار من أنقلها للموجة تبدأ تعاني انكسارات هذه الانكسارات تنقلها يعني تأهلها للانتقال إلى مسافات طويلة طبقات الجو وهذه شي تسبب لي بنقل الإشارة وترجعها للأرض بترددات آلية فاش راح تستقبلها استقبلها المستقبلة الرسيفر يستقبلها بتردداتها بإشارة قوية رسيفر great distance away هس راح نراويكم بشكل معين لشكل شون تصل آلية الانتقال used by high frequency hf hf high frequency radio wave ترددات عالية نستخدمها بيبا بالطيران بالرسائل كان بيسين داكروز يعني لدى نستخدمها بالطيران إنه الرسالة تنتقل خلال المحيط باستخدام فقط من خمسين إلى مئة واط قدرة يعني التيار كهربائي اللي محملة بيه الإشارة ما يتجاوز من خمسين إلى مئة واط الفرقوينسي that produced a sky wave are not used for navigation because the path wave the signal from the transmitters to receiver is high variable طلاب الترددات اللي الترددات اللي استخدمها بالموجات السماوية ما تستخدم بالندقل ليش لأن المسار الموجة شبيه بين المستقبلة والمرسلة يختلف يعني أنا داعيين عن الطيارة تتتحرك وتتبعث موجة ليست ثابتها بمكانها وتتبعث الموجة تكون متغيرة يعني مسافات ما تشبيهن كل شوية شكل كل ما تبعد الطيارة عن المرسلة والمستقبلة أو اتجاهها لأنه تتتحرك فالمسار المات يكون متغير يكون أكو تغير بين المستقبلة والمرسلة فالطبقات الأوتوماسفير هي اللي نسويها كسب ينسبها انكسارات قلنا تتحرك التي تتحرك من المستقبلة من المستقبلة الأوتوماسفير من المستقبلة من المستقبلة كذلك عيما تعتمد على إشعاع الشمس يعني بالليل تختلف عن ما بالنهار تختلف عن ما بالتغيرات الجو إذا كان الجو حار بارد كذلك يؤثرني على قوة و جودة الإشارة السكايوير لذلك لا تستطيع استخدامها بالمتحركة يعني بالاستخدامات المتحركة لا أستخدم الموجات السماوية ليس مارنة لا يوجد مرونة بالاستخدام إذا عدي أماكن لتنتقل عدنا هذا شوفوا طلاب هنا بالقراوند ويف لتنتقل بخط مستقيم تقريبا هنا بها لا تنكسر هنا بالقراوند ويف شوفوا بالسكاي ويف طبقات الجو العلاش بها تبدي تنكسر هنا كما تنكسر ثاني سبيس ويف هيا هنا شوفوا الآيونه الآيون السفر شون غير أماكن الإنتقال الإشارة خسب موقعها تبدي تسوي لها انكسار بالطيران بالطيران من خمسين إلى ريلايبو لذلك يستخدمون الساتيلايت للأقمار الصناعي يعني يرسل إشارة للقمر الصناعي بالموجات الراجوية من قد نقل إشارة من الطيارة للمستقبلة بالأرض من استخدم انتقال مباشر بين الطيارة والمستقبلة لا وين ينقلها ينقلها للساتيلايت لأقمار الصناعي الموجودة بالفضاء ينقلها إشارة هي ثابتة تعتبر بالنسبةل المرسلة فتربع ثلاثة إشارة ديش تحول إشارة المن للأرض حتى تاخذ الإحداثيات عدنا النوع الثاث هو سبيس ويب الموجات الفضائية من الممكن على إنتقال نتقدم لمعهات المجال الجوي أو الغلاف جوي سيقوم من تقدم 15 ميجا هرتز وأكثر من 15 ميجا هرتز إلى أعلى فكل خطة ميجا هرتز هجل هجل هنا نعتبرها الموجات فضائية. معظم العمليات التنقل استخدم شنو؟ with signal propagation as space wave. جهتز كموجات فضائية. فرقوانسيز اكثر من 100 ميجا هرتز. ما بيها لا موجات ارضية ولا موجات سماوية. ما بيها بتركيبها. يعني ما بيها ترددات الموجات السماوية ولا ترددات الموجات الارضية. موجات فضائية. موجات فضائية. جي بي اس الموقع. مواقع تحديد المواقع. the navigation signal is used before it reach the ionosphere. so the effect of the ionosphere which can be cause some propagation errors. يعني signal نستخدم اشارة شوقت قبل لتوصل الى طبقات الجو العليا. ليش يعني طبقات الجو العليا. ما سبب لي غلاب؟ السبب لي اخطاء. فحتى نقلل من اخطاء الجي بي اس. لانه طبقات الجو. are corrected by the gps receiver system. من رح تعمور من تمر يعني اثناء امرها الطبقات الجو العليا. شبيهها رح تسبب لي خطأ بالاشارة. بس من تعبرها. رح ترجع تصحح هذه الاشارة. فيش تقبلها؟ gps space wave موجات الفضائية عدها خاصية اخرى of concern used لإستخدامها. شبيهها reflect of hard object reflected يعني تنعكس شنو بعد عدها؟ خاصية اخرى انه تنعكس اذا صدمت بجسم صلب تعاني من انعكاس عدمي تنحجب من تنصدم بجسم صلب ما تمر خلاله. تنحجب مرات الاشارة. of the object between it اذا كان صلب بين المرسلة و المستقبلة. تنحجب الاشارة. المرة التي ستصل عندنا مثل انترليم انتقطة الاشارة. شو سببها؟ اكو صار في الجسم او في الخلال معين بين المستقبلة والمرسلة. فاذا اكو كان جسم صليب ببياناتين يؤثر لي تنعكس الاشارة وايضا تنحجب. the object between the transmitted and sight and turner error سبب مشاكل الموقع والأرض as well as propel rotor modulation errors very high range is caused by disposed and settlement landing system course distortion is also result of the phenomena which lead to need established critical area لذلك طلاب نحن نتسطدم الموجه نتسطدم الأشخاص السالبة رح تبدأ تعاني من الحجب أو ضعف بالإشارة أو تشويح بالإشارة أو تشويش من الإشارة فنحن حتى نتجنب هذه الأخطاء التصير أو التشويش فنستخدم مناطق حرجة يعني مناطق ما بها إشسام صالبة فلذلك سننشوف نحط النانو منظومة النانو من نحط فوق ما نحطها ما يحطها قدام بناية عالية أو ما يخلوها قدام في شي صدها يخلوها دائما بالهواء ليش حتى ما تنحجب الإشارة ما تنتقل بين البرج والمنظومة من الانترنت فهي هاي العسباب جنرالي جنرالي بالعموم الموجات الفضائية شبيهن line of sight هي بخط إشارة ما تكون خط receivable but those of low frequencies bend somewhat over the horizon the worst signal بس مرات طلاب هي تنتقل صحيحة بخط مستقيم بس مرات يصير بها انحناءات بمن بنتكون إشارة تردداتها بالمئة وثمانية إلى مئة وثمانعة ميجا هرتز بترددات القليلة دا دستانس measure تكون 962 to 1200 therefore when the airpacks is flowing من يصير عدي هبوط يعني من تكون عندي هبوط الطيران فيصير عدي شزمة صاردي بيتشويش بالإشارات مرات 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 الراجوية مرات 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 تداخل من تنتقل الإشارة يصير عندي تداخل بالإشارة وكذلك من يصير عندي ترددات منخفضة مرات 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 وكذلك har کتori مرات صوت ثاني تداخل بالهاتف من يستخدم المرات هنا شكل أريد أريد التردد بالأتصالات وهي تداخل الأ заключ بالآلة فهذه المشاكل من سببها طلاب سببهم ديني عدي عدد أسباب مثل أنه نفقد الإشارة الكهربائية عدنا خطأ بالموجات الكوروماناتيسية كذلك الطيران باتجاهات منخفضة عدنا يسعدي تداخل بالصوت يعني الصوت يوصل للإشارة شبيه بتشوية وكذلك عدنا استقباع يعني تردد يكون تردد قليل في الاستقبال مع الإشارة يكون ضعيف وغيرها من الأسباب في استخدامات الموجات الراديوية ليش طلاب الموجات الراديوية مهمة لإستخدام الموجات الراديوية أول مرة نكتشفوها بالألف وثمانمية ثم تردد أن تردد موجات الراديوية مجتمعات الراديوية مثل فون تكست إيميال ومجتمعات الراديوية ولا نستخدمها بالاتصالات بالمساجات الفورية بالإيميالات وكذلك عدد استخدامات مثلا التلفاز التلفزيون صحبين بي الموجات الراديوية الموجات اللاسلكية الموبايل فون الجي بي اس نظام الجي بي اس الغراج دور يعني عدد لني من يستخدمون الإلكترونيات كذلك الساعات اللاسلكية وال ما اسمه هذا ما اسمه اللاسلكي يستخدمون الشرطة كذلك بالألعاب الإلكترونية من التحكم بالسيارات وبالطيارات دني عن بعد كلنا دني استخدمين منه الموجات الراديوية عدنا أول استخدام الموجات الراديوية هو الموبايل فون الموبايلات موبايل فون فيرز أور نايت فرم أليكزندر بي اس انفشن أو دي تلفون أول ما اكتشفو التلفزيون ب 1878 استخدمه الواير يعني التلفزيون كان يستخدم عن طريق الوايرات مو بعديا الناس وجدوا انه اكتشفو طريقة حتى نستخدم الواير لس الهواتف النقالة والمحمولة موضوع 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 الراديوية تحول صوتك to base station tower للبرج محنا عدنا من نسل اشترك من المرات يقولك اشارة ضعيفة من انت بعيد عن برج اتصالات فاحنا الموجة الراديوية تحول صوتك للبرج by the use turning يعني تحول صوتك الى اشارة على شكل code رح ينتقل من هاي المعلومات للشخص الاخر بالتلفون المستقبل يعتبر through to the person phone who are talking to each base station can receive signal from most phone in the area from a little as little three kilometers away two يعني من 300 الى 500 كيلومتر نقدر نستخدم يعني الابراج يكون مسافة بينات لانو البرج ينقل اشارة وتحضره مكان ثاني فالبرج يحول له هاي الاشارة through your trouble interference تداخل can happen the signal change from base station to base station which may cause lose contact or a buzzing noise طلعت احنا عندنا ابراج الانتاليات متوزعة بالمناطق وكذلك خارج المحافظات فانت من تستوي من تتصل التلفون رح يحول صوتك الى موجات راديوية يبعثها للبرج البرج رح يبعث الاشارة للبرج اخر تداخل الاشارة بين ابراج الى ان تصل الى برج اللي يحطي اياك الانتاليات متوزعة كأنه البرج عبارة عن منظومة استقبال وارسال تستقبل الاشارة وتحولها بعدين تستقبل الاشارة الثانية وترجع تحولها الاشارتين بس هذي مرات يصير عندنا تداخل باشارات لانه تستقبل اكثر من مكانمة بالوقت الواحد ويصير عندنا فقط باتصال مراتين انقطع سبب انقطع الاتصال وكذلك عندنا مرات نسمع صوت وشية اولنا بالموبايل سببه انه تصير عندنا تداخل بالاشارة بالاشارة يعني لما موجودة الموجات الرديوية كان ما قدرنا نستخدم الموجات الاتصالات اللاسلكية الاتصالات اللاسلكية الاتصالات اللاسلكية والموجات التي نستخدمها بالتليفون هي تكون اقل من الموجات التي نستخدمها بالتلفزيون وبالراديو الاف ام وهاب الافرقونسي تعددات ما تطلات اطراف من 824 الى 858 ميجا هرتز هلاني تعددات اللي يستخدمهم الموجات التلفون الهاتف المحمود عندنا بالتلفزيون كذلك اليوم بالتلفزيون كل واحد عنده تلفزيون خاص به الموجات الموجات الرديوية لتحديد تحديد قناة تحديد 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 هذه القناة تحديد أخرج الترددات يستقبل فقط هذا التردد لهذه القناة وهذه المحطة فهد الطلاب بلوكاوت the rest of the channel without interbedومة الداخل this means that each channel use different frequencies لماذا قلنا نحن الترددات مختلفة؟ لأن كل قناة لها التردد معين يختلف عن ترددات القنوات الباقية for the information of image and sound this work by sending شون هذي يصير؟ برسال موجات كورو مغناطيسية تتحول الى بكسلات وصوت audio into recognizable image and sound يعني احنا عدنا المستقبلة receiver يحول الموجة الكورو مغناطيسية الى صورة وصوت television receive most of the channel by the use the antenna استخدام الهوائي the radio waves are transmitted to the antenna by high frequency allowing the viewer to watch programs without interference the signal sent through cable into the television الهوائي استقبل اشارة ترددات عالية ثم نحاول هذه الاشارة عن طريق السلك المن الى الروسيبر نقدر نشوف البرامج ايش يشوفه بالتلفزيون هذي استخدامات احد استخدامات الموجات الراديوية بالواي فاي يستخدموا الموجات الراديوية like connect to internet which means you can learn information communication to other to play games الى اخرى موجات الواي فاي حتى نتصل بالانترنت وكذلك نتعلم معلومات الانتصال بالالعاب وبغيرها من التطبيقات this make wifi a big part هذا جعلنا الحاليا الواي فاي هو جزء كبير اليوم جزء مهم وكبير بحياتنا as it's used everyday in life very easy quick hands free away without hesitant to how it's work احنا نستخدمها بدون ما نعرف شون دا يصير او شنو قليته مش قد سهلنا اشياء بالحياة wifi used radio wave الواي فاي استخدم الموجات الراديوية to transmit and receive information from one device to another to other from mobile phone computer a computer write wireless modem translate radio signal into data to receive the information and transmitted using an antenna or cable wifi طلب الواي فاي راديو يستقبل ويرسل معلومات من جهاز الى آخر من الموبايل للحاسبة من الحاسبة من الحاسبة للمودم التصال بين المودم أو الراوتر كلهم يستخدمين الاشارة لتحول الاشارة الى المستقبلة والinformation باستخدام الهوائي أو السلك الواي فاي طريقة الواي فاي هو استقبل ويرسل معلومات ويجب ويجب أن تصلي بها طريقة استقبال وتحويل وأرسال الإشارة بالواي فاي هي مشابهة للتليفون قلنا إحنا التليفون شون يصير الآلية؟ إنه صوتنا يتحول إلى موجات راديوية تنتقل للبرج ويتحول الى الشخص وكذا يعني يصبح يتحول بإشارة كذلك الواي فى إنه الموجات الراديوية تتحول للبرج ويحول إياها إلى شكل معلومات عند راديو ويف راديو's way of getting the sending information all these device can convert and into radio wave and then convert radio wave into يعني موجات الواي فى تحول إشارة الكهرة بائية إلى موجات راديوية وكذا يعني تحول موجات راديوية إلى إشارة كهرة بائية The wifi is transmitted at frequency 5 GHz as this is height frequency and means that the information can be sent quickly إذا تردد الطلابين يستخدم موجات واي فى وصل الى 5 GHz هذا تردد عال جدا معناها نستقبل الإشارة بصورة سريعة وما بها تداخل لنطلاب انتهت مخاضرنا نلتقي إن شاء الله بالمخاضرة الأولان ونوضح الأمور المبهامين شكرا لحسن أصغعكم موسيقى